بمناسبة يوم الدراجة العالمي قام فريق دعسة بسكليت بتنظيم مسيل للدراجات الهوائية بهدف تشجيع استخدام الدراجات كوسيلة للتنقل اليومي وتعزيز ثقافة النقل الصديقة للبيئة والحفاظ على الصحة نحن دعسة بسكليت فريق رياضي بيئة تطوعي تأسس في 2014 نطلب تعفنة مدينة سالمية هي مدينة الفكرة والثقافة فنحن نطلق من مدينة سالمية ونتوزع بكافة المحافظات السورية في عنا فرع مدينة حمص واللاتقي وترطوس وحلاب اللي حبنا اليوم نحتفل بحزيران بيوم الدراجة العالمي اللي هو رح نفتل بأرجاء المحافظة ونشجع ركوب الدراجة ودعم المرأة ودمجة بالمجتمع رسالتنا اليوم بأنه نحن بهذا الفريق فريق رياضي عم نأكد عدور الرياضة بحياتنا من أجل حفاظ على البيئة بالدراجات ومساهمة المرأة برياضة ركوب الدراجات كمان عم ندعي للسلام هون بهالمسير بيوم الدراجات العالمي نحن قمنا بهذا النشاط لدعم ركوب الدراجات أهمية البيئة والحفاظ عليها ولكسر الحاجز من أجل ركوب الدراجة للمرأة يؤكد وهذا المسير السنوي على التزام مدينة السلامية بتعزيز ثقافة الاستدامة وتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة دراج هي كتير بتساعد بالبيئة كمان ضمن المدين نحن أسرع إذا شخص بده يوصل لمكان معين فكتير مهم أنه الشباب والبنات يتوعوا لهذا الشيء ويصيروا مارسو يوميا لأنه المرأة نحن عندنا إياها لازم يكون عنده بهذا المجتمع وعي أكبر أنه دورة مهم إن كان لأنها تعطي رسالة للتوعية هي قدوة لأولادها ولباقي أفراد المجتمع هالفريق داس بسكليت بيحاول أكتر أنه مشان نشجع الناس لحتى يركبوا البسكليتات ونخفف التلوث بشكل عام قد ما فينا ومشان يعني بصير سهولة أكتر كيف العالم فيها مثلا تروحها لأماكن البدعيها يومر هاي رياضة كتير مهمة بالنسبة لأنا وخاصة بالحياة الشبهي يومي بين نقطة نقل بين المدينة وخاصة هلأ أننا نحن أزمة بالمحروقات فهذا الشيء كتير بتفيدنا من ناحية الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي يوفر مسير الدراجات الهوائية فرصة الرائعة الاستمتاع بالهواء النقي والمناظر الخلابة للمدينة ويسهم في تقليل استحام السيارات وأنبعاثات ثاني أكسيد الكربون مما يسهم في الحفاظ على البيئة المحلية وتحسين جودة الهواء محيد دين فهد للإخبارية السورية محافظة حمد